في خطوة جديدة تهدف لتعزيز البنية التحتية افتتح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مشروع طريق يربط الطريق الرئيسي بين أربيل ودهوك بالطريق السريع 120 وذلك بالقرب من قرية جزنا وطول ثلاثة كيلومترات وعقب افتتاح المشروع أكد رئيس الحكومة في تصريح له على أهمية الطريق في خدمة المواطنين حيث سيسهم في تسلي حركة المرور عبر ربط سريع 120 بالطريق الرئيسي بين أربيل ودهوك مما سيسهم في توفير الكثير من الراحة لجميع مواطن كردستان مشيدا بشركة المنفذة للمشروع بجودة عالية وفي وقت قياسي